اشتركوا في القناة هي مرتبطة بالوحدة الأولى النزعة العقلية في الشعر العباسي إذا نبدأ أولا بقراءة السند ثم نبين كيفية تناول هذه الوضعية إذن السند أدى اختلاط العرب بغيرهم من الأمم كالفرس والهند واليونان إلى تطور الحياة الفكرية سيما الحياة العقلية فجعل الشعراء من ثقافتهم غذاءا شعريا التعليم حرر مقالا تفسيريا تعرف فيه مفهوم النزعة العقلية والأسباب التي أوجدتها مبرزا أهم مظاهرها هذه الوضعية مرتبطة خاصة بالنص التواصل أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية وكذلك بالنص الأدبي النزعة العقلية عند بشار بن بورد وكذلك عند شاعر أبو تمام يجب أولا أن نفهم جيدا ما هو المطلوب إذن المطلوب أن نكتب نصا تفسيريا بمعنى أن نعتمد النمط التفسيري وهو النمط الذي فيه شرح والتعريف وكذلك بيان الأسباب بيان النتائج إذن هذا ما نعني بالنمط التفسيري التفسيري هو النمط الذي نشرح ونبين هذه الظاهرة دون إبداء للرأي ثانيا ما هي العناصر المطلوب الحديث عنها في هذه الوضعية إذن المطلوب تحديد مفهوم النزعة العقلية ثانيا أسباب هذه النزعة العقلية في العسر العباسي ثالثا مظاهر هذه النزعة إذن هنا يجب أن نضع مخطط للوضعية ونعتمد دائما في تصميم الوضعية على ثلاث عناصر وهي المقدمة العرض والخاتمة إذن في المقدمة دائما ما نبدأ بالتعريف إذن التعريف يكون في المقدمة فهنا نعرف النزعة العقلية في المقدمة ثم العرض ذكر العوامل التي أدت إلى ظهورها مثل الاحتكاك بالأمم الأجنبية وعلومها وهو ما ذكر في السند كذلك ترجمة الكتب، المحاورات والمناظرات الاستفادة من تراث الحضارات الهندية الفارسية خاصة منها الفلسفة اليونانية ثم نذكر كذلك أهم مظاهر النزعة العقلية من مظاهرها مثلا توظيف الحكمة توظيف الحقائق العلمية في الشعر نبذ الخرافات وتحرئ الحقائق أيضا التأثر بالمنطق اليوناني أما الخاتمة فهي تكون حوصلة حول تأثر الشعر العربي في العصر العباسي بالنزعة العقلية وأن هذا التأثر كان واسعا جدا لا يمكن حاصره وظهر عند العديد من الشعراء هذا فيما يتعلق بتقسيم عناصر الوضعية نأتي الآن للإجابة على بعض الأسئلة الموجودة في هذه الوضعية إذن قلنا في المقدمة نتحدث عن مفهوم النزعة العقلية ما معنى النزعة العقلية؟ إذن النزعة العقلية هي ميل الأديب إلى الأفكار التي تعلي شأن العقل والمعاني المنطقية التي تقوم على المبادئ العقلية مثل الأدلة، البراهين، التفسير، الاستنتاج، المقارنة يلجأ إليها الشاعر بسبب تعلقه الشديد بالتفكير العقلي إذن هنا يوظف الشاعر كل ما يتعلق بالعقل من تحليل وتعليل كذلك استنتاج، استنباط، مقارنة، أدلة، براهين إذن كل هذه العمليات العقلية تسمى نزعة عقلية فعندما يميل الأديب أو الشاعر إلى هذا الأمر نسمي ذلك نزعة عقلية الآن ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهورها في العصر العباسي أو في الشاعر العباسي؟ إذن هنا هذا الأمر سيكون في العرض، فهذه الأسباب أهمها الاحتكاك بالأمم الأجنبية أو الأعجمية والأخذ من علومهم مثل الفرس، اليونان، والهنود كذلك ترجمة الكتب، المحاورات والمناظرات بين أصحاب الميلل والنحلي كذلك الاستفادة من تراث الحضارات الهندية والفارسية خاصة الفلسفة اليونانية إذن الفلسفة اليونانية أكثر تأثيرا فيما تعلق بالنزعة العقلية لأنها مرتبطة بالمنطق والعقل أما مظاهر النزعة العقلية في العصر العباسي فهي الحكمة، توضيف الحكمة في الشاعر مثل قول الشاعر أبي تمام في فتح عمورية السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجدي واللعبي وكذلك في قول بشار بن برد في قصيدة تهديد ونصح لا جعفر ما طول عيش بدائم ولا سالم عم قليل بسالمي إذن هنا أيضا تظهر الحكمة في مقدمة القصيدة وكذلك في بيات أخرى منها إذن توظيف الحكمة يعتبر من مظاهر النزعة العقلية كذلك توظيف الحقائق العلمية مثل قول أبي نواس لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار فهنا هذا المعنى أخذه الشاعر من الثقافة الهندية تظهر كذلك النزعة العقلية في تحر الحقائق ونبذ الخرافات مثل اعتماد الشاعر أبو تمام على علم وليس على خرافات المنجمين إذن في تكذيبه للمنجمين واعتماده على الأدلة والبراهين وتحر الحقائق فهو يرى أن الحقيقة في العلم وليست في التنجيم إذن تأثر الشعراء بالمنطق والفكر اليوناني إذن هذه بعض مظاهر النزعة العقلية في الشعر العباسي أما الخاتمة فيمكن أن نبين أن هذه النزعة ظهرت بشكل جلي وأدت إلى تطور الشعر في هذه الفترة إذن هذا فيما يتعلق بموضوع النزعة العقلية في العصر العباسي أتمنى لجميع الاستفادة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته